تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيادة من السعر الرسمية وتمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 613 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 267 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 103 أطنان وفي مجال الحجب والباية بأزيادة من السعر الرسمي للأرز الأبيض وعدم توريد الأرز الشعير تم ضبط قرابة 150 طن أما في مجال البيع بأزيادة من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان أسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 470 قضية من بينها 213 قضية خفز ناقص الوزن و176 قضية خفز غير مطابق للمواصفات